ليه الشوت الاول مبارح ما كانش جيد يعني احنا الشوت التاني تحسننا كثيرا بس الشوت الاول ما كانش جيد ليه هو الحقيقة المدير الفاني منتخب مورتانيا احمد عبدو عمير عبدو راجل شاطر جدا جدا وكان مذكر منتخب مصر بشكل كويس ومن الاخر مصر فوجئت بالتنظيم بتاعه منتخب مورتانيا وكل ما تحاول تلاقي منفذ تلاقي فيه مشكلة كنا عاوزين البورد بس كنا عامين حسابنا مبيش بورد فاجبتنا الصور عالتاكتكالبورد نعرض على طول اول حالة عشان نشوف مصر بتلعب ازاي مورتانيا بتوقف ازاي المشكلة اللي كانت موجودة في مصر الشوت الاولاني وخصوصا لغاية خمسة وخمسين او ستين ديئة كانت موجودة ليه على فكرة هسيبك تكمل بس هي النقطة اللي انت قولتها دي مهمة اول ان احنا نوضحها انه مش اردك انت اللي وحش بس فيه منتخب قدامك قده بشكل كويس فاحنا مملاعيبش نفسنا ويا كريم فعلا زي ما انت بتقول هو ولعب جيم كويس جدا قدام منتخب مصر وقف على منتخب مصر في كل حاجة خنق مصر من الاخر في شوت الاولاني عشان كده الناس كلها كانت شافة ان منتخب مصر كان وحش في شوت الاول طيب اول حاجة ما هنشوف اللي صور يلا شايفين منتخب مصر طريقة بتاعته التشكيل اللي لعبي مبارح الكابتن حسام كان اربعة اتنين واحد ثلاثة الاثنين اللي هم قفي في نص الملعب باماران عطية ويحمد فتحي وقدامهم زيزو وهو الراجل يلعب رجل صنع العاب حر تماما ومحمد صلاح على الليمين بيعمل سويتشات مبينه مبين زيزو مبينه مبيني احمد السورة اللي بعدها عطولة تشوف ان المنتخب مصر بيعمل حاجة بسيطة جدا محمد عبد المنعم ورامي ربيعة بيبقى معاه محمد فتحي ومران عطية بيطير البكين أحمد عيد وبيطير محمد حمدي ايه بقى اللي عامله منتخب مورتانيا؟ بيدافع 4-4-2 الاتنين اللي وقفين على حمد فتحي ومران عطية هما أصل أكبر مشكلة كانت موجودة لمنتخب مصر مبارك اللي اتنين دول كل محمد فتحي ومران عطية هنزل مع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم اللي اتنين دول سايبين محمد عبد المنعم براحته سايبين رامي ربيعة براحته بس مسكين حمد فتحي ومران عطية وانت عندك البكين طيرين عشان كده الطريق تعتمد كتير قويش يتلقى على كرات طولة بالزبط كده نشوف الصورة اللي بعدها على طول فاته لما تيجي تبص اللو اللي اتنين بقى اللي هو الطريق 4-4-2 شايف لا ايه برقم 7 ولا ايه برقم 6 اللي اتنين لعيبة دول اللي هم اللي اتنين بتوع الاربعة بتوع نص الملعب هم موجودين بس عشان انصف مش انصف عشان بين الخطوط اللي هينزل فيه عمر مرموش او هينزل فيه زيزو او هينزل فيه محمد صلاح لو تاخد بلاش محمد صلاح ساعات بينزل زيزو ساعات بينزل هم موجودين في الحتة دي عشان يخنقوا الحتة دي نشوف الصورة اللي بعدها فبالتالي منتخب مصر هو عامل عاوزي الحتة دي عشان يمنع تماماً إن مصر تختارق أي حاجة من العمق الصورة لبعضها على طول طب مصر هنتيجي تطلع بالهجم هتعمل ايه هيبدأ يطلع الكرة مثلاً لمحمد حمدي أول ما يبدأ يطلع الكرة لمحمد حمدي الراجل رقم 9 أو الوينج اليمين بتاع منتخب مورتانيا هيبدأ مع محمد حمدي الباك مع تريزي جي ويتبدأ عملية الترحيل عشان يقو 3 على 2 في الحتة الشمال طب لو مصر اتخنقت بالكرة هتطلر الصورة لبعضها طول هتطلر انت ترجع الكرة تانية لمحمد عبد المنعم علشان بالتالي لما يحصل عملية الترحيل منتخب مورتانيا أحمد عيد لوحده يبقى معزول عشان تلعب له الكرة العكسية وهنا كانت أول مشكلة لمنتخب مصر وهي جود أحمد عيد في النواح الهجومية تعال بقى نتفرج هي حالة واحدة كبيرة هوريك كل مشاكل منتخب مصر في الصور دي هنا زي ما انت شايف محمد عبد المنعم مع الكرة اربعة اربعة اتنين الاتنين اللي وقفين عند نص ملعب يا كريم واحد واقف مع مرانا عطية والتاني واقف ايه مقرب لي مين لحمد فتح سورة اللي بعدها على طول اول ما محمد عبد المنعم هيبدأ ياخد الكرة نكمل السورة اللي بعدها برضو نفس الكلام الاتنين بكات طايرين زي ما انت شايف محمد صلاح زي ايه وترزيجي زي خانقة كبيرة جدا الاتنين بتوع نص ملعب يا كريم اللي قدتلك عليهم اللي هم تحت الاتنين الاولانين واقفين بص مع مين مع عزيزو ومع عمر مرموش هياخد الكرة هياخد الكرة مرانا عطية هيبدأ يطلع لمحمد صلاح زي ما انت شايف عمل الترحيل بقى ايه في تلاتة على اتنين في الناحية اللي مين اول ما محمد صلاح هيجي يلعب الكرة مقفولة تماما على منتخب مصر اول ما يحاول يطلع عزيزو كرة بتتقطع ترجع التاني كرة لمنتخب مصر هتفضل مصر تعمل نفس المشكلة دي هنا نفس الكلام طلع الكرة بس المرادة يا كريم بدأك اتعليمين رحت على الشمال اول ما الكرة تروح على الشمال اللي هيحصل عملية ترحيل من كل منتخب مورتانية شوف الصورة اللي بعضها على طول اول ما محمد عبد المنعم الزحمة اللي موجودة في نص الملعب شايف اللي اتنين يا كريم اللي موجودين على طول واحد مع مرموش وعلى طول واحد يتليم مع محمد صلاح فاول ما الباص هيتلاقب خنقة وزحمة كبيرة جدا عملها امير عبدو في نص ملعب منتخب مصر بسبب الطريقة الدفاعية بتاعته والالتزام الدفاع بتاعته نكمل الصورة احنا بنتكلم فالكرة اول ما تروح لعمر مرموش هتيجي تاني لمحمد صلاح مفيش اي محمد صلاح عارف يعمل اي حاجة هيتطل انه هو يطلع على الكرة تاني للمران عطية الكرة تيجي تاني للمران عطية مصر هتحاول تلاقي منفذ ساعتها بقى دلوقتي ميل هينزل يحاول لحل الازمة هينزل زيزو اول ما زيزو هينزل ياخد الكرة رجل برضو من نص ملعب يحاول يواجهه زيزو هياخد الكرة هيبدأ يزوء بص هناك يا كريم الناحية التانية على الشمال فاضي هي دل المفروض يحسن انت بتعزل واحد عشان تعابله عكسية ولكن زيزو اول ما يلعب الكرة لأحمد عيد وقف هنا بقى احمد عيد يا جماعة فيه كرة زي دي واحد على واحد روح عدي وزوء واعمل احمد عيد كل اللي بيعمله ايه نكمل الكرة اول ما احمد عيد هيستلم الكرة لسه ما عندوش الثقة لسه طبعا اول مبارات دولية فمدل ما يروح واحد على واحد هو احمد عيد واقف تاني يا كريم ورجع تاني لعب لمنتخب مصر ازمة كبيرة جدا ان انت تحاول تلاقي اي صغرة موجودة من منتخب موريتانيا بص اللعب كله اربعة اربعة اتنين وقفين موريتانيا مصر عندها مشاكل كبيرة جدا في الطروع بالكرة لغاية لما هيعمل ايه يحاول رامي ربيعا انو يلعب الكرة الطويلة وهو دي كانت المشكلة مفيش حد يقدر يلعب الكرة المنتخب مصر او ياخد ريسكي باصيز انو يلعب في ظهر التميلة ويعمل عكسية بص هنا كريم حمدي فاتح منستلم الكرة حمدي مفروض ياخد الكرة ويلعب العكسية النحاء التاني لأحمد عيد احمد عيد معزول تماما لانها بقولك هم بيعملوا عملية ترحيل فاول ما هم يرحل مفروض بسرعة يلعب بسرعة تاخد الكرة تستلم غيرها عطول الحمدي فاتح يا رجع تاني وتفضل الكرة هتفضل الازمة دي موجودة في منتخب مصر انت تتضام الفرصة كمان للتنظيم بص حتى احمد عيد هياخد الكرة بص هيك الكرة اللي بعد نكمل عطول احمد عيد هنا يا ميس الكرة برضو مرتبك بشكل كبير هيرجع تاني احمد عيد دي ااخد خطوة الوراء مع انو كان مفروض يلعب مع الصلاح ده بالباس ما فيش لنك ما بين احمد عيد وما بين محمد صلاح واتمنى كابتن حسام حسن الرجع حساباته في موضوع الباكرايت كور دي كلها لو عمر كمان موجود عمر جابر موجود كممكن يبقى فيه حل افضل من كده او لو انت شاف مورتانيا رجع بالشكل بس بس يعني عشان نبقى عمر ما نجلمش احمد ده لسه اول مشاركة دولية انا عمله فاكرة الواحده خالص اه انت فايني الله يكون فاعونه ده اول مطشو بالعم محمد صلاح برضو الاتباك العلعب له انا معاك انه عمر كمان لازم بقى موجود عمر جابر لازم بقى موجود بس احمد عيد دي اول مشاركة دولية عشان الحلول بس لغاية لما في الاخر يزيق لعب الكورة عاوريك بقى اللي حصل او اللي اخترب في الشوت التاني ان ببساطة شديدة كابتن حسام حسن خلى حد من الناس يبدأ يزق قدام شوية عشان يخطب زي ما انت اللي حصل جيد هنا ايه مرانه عطيه بدأ بقى يزق بدل ما هو كان واقف جنب حمدي فاتح ورام ربيعة مرانه عطيه ازق فالمرانه عطيه ازق خد تشتيت الراجل اللي ماسك محمد صلاح فالكورة تلعبت لصلاح فقام صلاح جي استدر يستلم اخيرا الكورة ويلعب الكورة بالعرض ساعتها اعتقدها تيجي لعمر مرموش واقلشها وهتبقى واحدة من اخطر الفرص اللي جات منتخب مصر الفرص الوليلة اللي جات نفس الكلام برضو في الشوت التاني عاوز اوريك برضو واحدة كمان يا كريم اقول لك اللي اختلاف حصل ازاي نفس الكلام برضو الكورة اللي بعدها على طول هنشوف ان منتخب مصر اول ما برضو الشوت التاني هيحاول ان هو يزق اللعيب دايما يخش جوا منطقة الجزاء هنا تريز جي استلم ما بين الخطوط عمر مرموش هتلعب له الكورة في دار الدفاع ودي كانت من الفرص الوليلة جات لمنتخب مصر بس عشان تزود واحد في الناحل الجمية ازا انت بتلعب وده منتخب منظم جدا منتخب خنق كل مفاتيح لعبك محمد صراح لكابينزي اللي حللك المشكلة هو مللك عمق الملعب لعيبة كتيرة جدا كومباكت جيم لعبه على اعلى ما يكون فبصراحة تحية للمنتخب المورتاني والكابتن حسام حسن كان محتاج يغير بدري شوية ولكن عشان هو ده ليه شوت لأولاني مصر كتير شئ